إليكم قراءة في عنوين أبرز الصحف الصادرات اليوم ببلدان أوروبا الغربية ونستهلها من فرنسا حيث سلطت صحيفة لوموند الضوء على الانخفاض غير المسبوخ في أسعار النفط جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وكتبت الصحيفة في افتتاحية عنوانها الاضطراب النفطي العالمي الجديد أن سوق الذهب الأسود أضحى حاليا خارج السيطرة ففي شهر واحد انخفض الطلب بنحو الثلث وذلك نتيجة قيود الحجر الصحي التي أصبحت تحتجز أزيد من نصف ساكنة المعمور داخل منازلهم ومن ثم توقف وسائل النقل والصناعة صحيفة ذذي لتليغراف البريطانية أفادت من جانبها بأن شركات البلاد أخبرت سرا بشأن كيفية إعادة المستخدمين وبدء الانتاج من جديد خلال الأسابيع المقبلة وسط تزايد القلق حيال الوقع الاقتصادي القوي للحجر الصحي الشامل وأوضحت الصحيفة أن الحكومة ترى بأنه حتى في ذل القيود المفروضة هناك عدة طرق تتيح السماح لبعض المستخدمين بالعودة إلى عملهم الأمر الذي يشجع الشركات على استئناف نشاطها مرة أخرى ونقرأ على صحيفة تاكس سايتونغ الألمانية أن المعركة من أجل إنقاذ الاقتصاد الأوروبي لا تزال مستمرة حتى مع اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول إنشاء صندوق للانتعاش الاقتصادي مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بآلاف الشركات وملايين الوظائف وتريليونات من اليورو التي توجد على المحك وفي إيطاليا كتبت صحيفة كورييري ديلا سيرا أنه لأول مرة تخلد إيطاليا الذكرى الخامسة والسبعين لتحريرها في أجواء مأساوية إذ يجبر فيروس كورونا الإيطاليين على البقاء قابعين في بيوتهم وتحل ذكرى هذا العيد الوطني بدون مسيرات ولا تجمعات خطابية ولا تجمهرات وأضافت الصحيفة أن الإيطاليين أضحوا يخشون من مستقبل مجهول معقد ومثير للقلق بسبب جائحة فيروس كوفيد تسعة عشر التي جعلت إيطاليا تتكبد خسائر بشرية واقتصادية غير مسبوقة صحيفة الموندو الإسبانية أكدت من جانبها أن الخروج من الحجر الصحي الشامل لن يكون سهلا كما يرى ذلك مسؤول الجهات المستقلة الذين يعتبرون بأن الوضع الصحي بهذه المناطق أضحى تحت السيطرة وأوضحت الصحيفة أن وزير الصحة عقد يوم أمس اجتماعا مع مسؤولي قطاع الصحة بمختلف الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي لتحديد المعايير التي يتعين توفرها من أجل بدء مرحلة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار الحجر الصحي